اي حدث عابر قد يتحول الى مشكلة تبدأ ولا تنتهي ذلك ما وصلت اليه تعز المدينة المخنوقة بانقلابين عن شمالها ومن الجنوب منذ اعوام والمدينة ترزح تحت وطأة الشحن والتعبئة تمهيدا لجعلها ساحة لصراع كما هو سيناريو المعد من قبل تحالف الحرب على اليمن اي تحرك للدولة سرعان ما يتحول الى معركة شرسة تبدأ في مواقع التواصل الاجتماعي وتتوسع لتصبح مواجهات في الميدان حتى قيادة السلطة المحلية اصبحت طرفا في المشكلة لا حلا كما تتطلبه المدينة منها فمنذ تعيين المحافظ الجديد ما من قرار يتخذ من قبل اللجنة الامنية التي يرأسها الا ويتحول الى مشكلة ينقسم حياله اعضاء السلطة المحلية زحف المشاكل باتجاه ريف المحافظة المحاذي لمدينة عدن بالتزامن مع انقلاب ميليشيا المجلس الانتقالي فيهم من الدلالة الكثير خصوصا وان تلك المناطق تعد بمثابة ريف او ضواح للعاصمة المؤقتة لما لها من ارتباط ديمغرافيا بعدن وذلك ما يدركه الانقلابيون في الجنوب الذين يسعون لتأمين انقلابهم بدءا من ريف تعز